السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير درسونا لهذا اليوم سوف يكون حول الفعل والاستخدامات العديدة ان شاء الله اولا يمكن تصريف الفعل او استخدام الفعل في عدة مفرادات او عدة معاني يمكن ان يكون بمعنى اطبخ يمكن ان يكون بمعنى اغسل اصنع اتسوق اتزلج امارس افعل ارتب اجعل الى غير ذلك اولا سنبدأ بتصريف الفعل او لفرب فار وبرزن لان اكثر استعمالا هو لفرب فار وبرزن هناك يكون في الحاضر أنا أعمل أنت تعمل هو يعمل نحن نعمل أنتم تعملون هم يعملون ما هي استخدامات فعل في اللغة الفرنسية أولا عندما نتكلم عن حالة الطقس نستعمل يعني الطقس جميل الطقس بارد الطقس منعش الطقس حار يمكن استعماله أيضا بمعنى أطبخ فار لكويزين جفاي لكويزين بمعنى أطبخ يمكن أن يأتي بمعنى أرسل فار لاليسيف جفاي لاليسيف يعني أرسل الملابس يمكن أيضا أن يكون بمعنى غسل الصحون فار لفاسل جفاي لفاسل أريد غسل الصحون يمكن أيضا أن يكون بمعنى أتزلج فار دو سكي أتزلج بالطبع أتزلج على الجالد أو التلج جفاي دو سكي يمكن أيضا أن نستعمله بمعنى أتسوق فار دي كورس جفاي دي كورس جفاي دي كورس جفاي دي كورس بمعنى أتزلج هنا أيضا لفر بفار أو برزل يمكن أن نستعمله أيضا بمعنى أماريسو الريادة أماريسو الريادة فار دي سبور جفاي دي سبور أنا أماريسو الريادة يمكن أن نستعمله أيضا بمعنى أحفظو دروسي جفاي دي كورس فار دي كورس أنا أحفظو دروسي جفاي دي كورس أهم تعبيرات والجمل التي نستخدم معها الفعل فار في اللغة العربية أي هناك عدة استعمالات نذكر منها انتبه أو كن حذرا فار أطنسيون مثال كن حذرا على الطريق فات أطنسيون sur la route فات أطنسيون sur la route كن حذرا يمكن أيضا استخدامه عند القول أو القيام بالتنظيف فار لمناج أنا أنظف أقوم بالتنظيف كل يوم جفاي لمناج كل جور جفاي لمناج كل جور أقوم بالتنظيف كل يوم وهنا بالطبع التنظيف في المنزل تنظيف المنزل يمكن أن يكون بمعنى يقتصد فار دي زيكونون فار دي زيكونون مثال أنت تنفق الكثير عليك توفير المال تنفق الكثير تنفق الكثير تنفق الكثير يمكن استعماله أيضا بمعنى يحتفل فار لفات فار لفات مثال نحن نحتفل الليلة هل تستطيع القدوم؟ نفزن لفات سوار تنفق كثير فار لفات النوم لوقت متأخر فار لغراس ماتينة فار لغراس ماتينة أستيقظ أو استيقظ متأخرا لقد كنت متعب جدا جي فا لغراس ماتينة جي prere عفوا جيت . جيت . . . . . . . فاير لاتت لم تكن لطيفة اليوم أعتقد أنها في مزاج سيء إنتي با جنتي أجودوي جبونس كالفاير لاتت فاير لاتت بمعنى إنسان في مزاج سيء جبونس كالفاير لاتت أعتقد أنها في مزاج سيء فاير لسورد أغاي فاير لسورد أغاي الشخص لا يكتارت أو لا يسغي لقد قلت لهم ولكنهم لا يكتارتون أو لا يسغون جي لردي مي يفون لسورد أغاي يفون لسورد أغاي يلا ينسيتون أو لا يكتارتون يؤلم أو يجرح فاير للا بين فاير للا بين يؤلمني سيما هو هدا فاير للا بين كما سبقى التكر؟ أذهبوا لتساووك أنا ذاهبون إلى supermarket لتساووك فاير لسورد أغاي أو العدو أو يتسابق يتسابق يركض أو يعدو هو يركض كل صباح تنظيف الأطباق أو تنظيف الأواني لقد سبق ذكرها ولكن هنا أيضا نريد فقط أن نعطي جملة مفيدة هذا غير عادل كل يوم يجب أن أنظف الأطباق تحيا طبع فاير تسابق تسابق يش тебя ه شخص هو يحاة تجنب ارتكاب خطأ أو حماقه يمكن أن تنتهي بشكل سيء بالنسبة لك إفتادة تفعل بطيسة تفعل بطيسة تفعل بطيسة تفعل بطيسة لا أعرف لا أريد ارتكاب خماقه أو خطأ الآن أترككم مع تصرفيه لفر بفر مع بعد الإسمان كالنم بارفة، لفتر، 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 لفتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر